ومفهم الوسطة هو مفهم واسع في البداية الوسطة كان مفهم كما ظهرت في الفكر الليبرالي يعني الحزب السياسية هي التي تقوم بهذا الدور لأن باعتبارها أن مؤسسات هدفها يعني تكون وسيطا ربما بين المجتمع والدولة ووسيطة مؤطر يعني دورها الأساسي هو التأطير والوساطة والاحتجاجات الاجتماعية كما حصل في الريفو كما حصل في مناطق أخرى هذا يدل على أساس أن المؤسسات استيعاب المطالب الجماعيرية ومؤسسات الوساطة ما بين الدولة والمجتمع كانت غائبة ظلت هذه الحلقة مفرغة وهذا هو اللي طرح مجموعة من المشكلات بحيث أن هذه الاحتجاجات بدون قيادات كما صار خشيشا الأمر هو في نفس الوقت انتقاد للمؤسسات المنتخبة هو رد فعل أيضا على غياب الحزاب السياسية وعلى عدم القيام بدورها هو أيضا نوع من الاحتجاج على العمل النقابي في المغرب لأن في الماضي كنا نعرف أن الاحتجاجات الاجتماعية غالبا تقف وراءها نقابات ذات أدوار الاجتماعية كبرى ذات رصيد تاريخي اليوم لم تعد هذه المؤسسات تقوم بهذا الدور فأصبح على المواطنين أن يحتلوا الشريع وأن يوصلوا هدافهم ومطاريهم مباشرة بدون أي وسط وهذا ما يطرح مشكلة لأنه ما هو الهدف من الديمقراطية الهدف من الديمقراطية هو أن تكون مؤسسات منتخبة هدف هذه المؤسسات المنتخبة وهدف الانتخابات بشكل عام وإشراك المواطنين في القرار وإيصال مطالب المواطنين لأنه في مجتمع ديمقراطي فيه انتخابات بشكل عادي وروتيني لا يطرح مشكل لا يطرح مشكل الاحتجاج أو حتى الحديث عن الوساطة لأن المؤسسات في حد ذاتها البرلمان المؤسسة منتخبة الجماعات هذه كلها مؤسسات للوساطة وإلا ننتظر دائما أن تقوم انتفاضات وتقوم احتجاجات ثم تذهب هيئات للاستماع إلى المطالب هذه المطالب منطقيا تصل أيام الانتخابات تصل عبر صندق الاقتراء وهذا هو المهم إذن هناك مشكلة وهو أن المنتخبون والمؤسسات لم تقوم بالدور المناطبها وهذا ما أدى إلى مجمع من الاختلال ليس فقط في الحصيمة المتوقع هو أن يحدثون في مناطق أخرى بل المستغرب أن لا تقوم احتجاجات في مناطق أخرى بالرغم أن تعيش من ناحية البنيوية نفس المشكلات نفس الأعطاب التي نعيشها في الحصيمة